اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند فقرة تريند التريند هنتلم على تفاصيل مهمة جداً بالنسبة للمرحلة اللي جايدة طبعاً الشغل الشاغل لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان في مصر وفي الوطن العرب وفي القرى الافريقية حتى الجماهير الافريقية اللي بتتمنى التوفيق رب للنادي الاهلي في ظل لتمام ان اللي بيقود فريق النادي الاهلي مدرب افريقي بيت سمو سماني وده عامل حالة إيجابية لدى الأوساط الإفريقية سواء الأوساط الشعبية أو حتى الأوساط الإعلامية لكن الرسائل الإعلامية اللي البعض حاول يصدرها خلال الساعات الأخيرة كان الهدف منها أن يعمل حالة بلبلة عبر السوشيال ميديا عشان الجمهور يروح للأخبار السلبية ويبدأ يتناولها ويتكلم عليها وبالتالي ممكن تتصدر للعيبة والجهاز الفني الجمهور فهم كويس قوي خلاص المراحل دي وعارف كويس جداً السوشيال ميديا ممكن للبعض يصدر لها خبر أو يصدر لها معلومة لكن كل الكلام ده اتحفظ وتعرف ومحدش بيشغل باله بيه ومحدش بيهتم بيه والفترة الأخيرة السوشيال ميديا البعض بيحاول من خلال أكاونتات أو الحديث عن بعض الأمور يصدر كلام عن بعض المساحات الطبية سواء صحة أو غلط كل الكلام ده المفروض لا يعنينا ورسالة الجمهور النادي الأهلي انتظر لموعد المباراة لا تنساك وراء أي خبر على فكرة بالمناسبة احنا بالنسبة لنا هنا ممكن يكون عندنا أخبار كتيرة جداً ممكن نقولها بس في نفس الوقت من الخبرات الطويلة اللي خدناها من خلال متابعتنا للنهايات الإفريقية لأن الحمد لله منذ انطلاق قناة الأهلي في 2008 بنتكلم على مدار 12 سنة الأهلي لعب ما يقرب من حوالي من 4 إلى 5 إلى 6 نهايات ما بين دوري أبطال في 2008 و2012 و13 وكمان 2014 كنفيدرالية و17 و18 لا يعني الحمد لله عندنا مشوار طويل جداً مع القرعة الحمراء في النهايات الإفريقية بالنسبة لفريق كرة القدم فعارفين الرسالة الإعلامية إزاي نتعامل معها الفترة الجاية وإزاي نوجه جمهورنا للأمور الإيجابية الفترة الجاية لأن البعض بيحاول يصدر رسالة سلبية عبر السوشيال ميديا بنسبة 100% غير صحيحة فبالتالي ممكن نقول أخبار كتير وعندنا أخبار مهمة لكن في نفس الوقت مصلحة الفريق عندنا في المقام الأول ترجمة نانسي قنقر